لازم نادل أهلي يشتغل في الحيطة لي لازم يكون في عندك مدير رياضي أو الموجود يعني أنا قلت بأنه ذكرت بكلامه أنا أسف قاطع لحبارك يعني ميدو مبارح كان موجود في برنامج وتكلم على السبورت ديركتور وتكلم على التكنيكال ديركتور بنسبة لاتحاد الكورة أعتقد دول منصبين مهمين جدا لأدية المصير الكبير طبعا هو ميدو بتكلم لي يا كابتن عباس عشان ميدو قعد في أربا كتير فعارف أهمية المواقع ده والبوزيشن ده موجود لازم يعمل إزاي مفيش مدير فني يقول لك مثلا أنا عايز كابتن عباس صراح أنا جايبه فيش حاجة اسمها كده لازم بتقعد مع اللجنة الموجودة أو مع المدير المسؤول هو فيه مميزاته إيه هنقدر نستخد منه طبعا والإحصائيات لعبة دي لعبة دي أقطع الكرة كمرة الخطة بتاعته اللي أنا بعد كده حتى لو ما وفقش عندي لو ما كانتش موارد خلبك ممكن أجيب نجبه ما يوفقش عندي بس لما أقدر أجيبه بعد كده أقدر أستفاد منه أقدر أعمله مثلا أنا أبيعه بمبلغ كويس فجالنا بنتكلم فيه اللي هي الكرة التي بقت بيزنس بقيت ماركت ما ينفعش أنا أجيب لعيب مميز ممكن وارد ينجح 50 و50 بس أنا على الأقل أجيب حتى يكون مميز في الحتة ديت أو ما ينفعش أدي للصلاحيات للمدير الفني اللي قدر يجيب لي اللعيبة زي ما هو عايز خلي بالك لوكلاء اللعبين أو نجدنا نتكلم هنا في مصر اسمهم سا مصر نتكلم برا الإيجنت موجود مختلف المسمى مختفي يعني رجل الثقافة غير الثقافة غير وتاني حاجة هو بيقدر يجيب لك ناس مميزة بيقدر يشتغل معاك عشان عارف مصلحته مع النادي مش مع اللعيب انت فاهم إزاي فالنقطة هنا مختلفة بين مصر أو التفكير بين مصر طب خلينا نخش فنيا بقى أوكلاند وخسرت وقامت حتى جد أو التمكن حتى جد في أداء مبراء رائع جدا دي تقلقك شخصيا قبل موجة النادي طبعا أكيد انت خلي بالك الفرقة كسبت ما يعني فوس كويس 3-0 مع أداء مميز جدا أداء يعني شوط لأولاني ثلاثة أهداف ما أروع يعني مجمدين جدا عنده لعيبة عندها حلول اللي بنتكلم على بنزيمة جاب هدف فتكلم على كنتي نفس الكلام سجل فالعيبة دي كلها الباور بتاعها وصلت لطوب فورم فترة قريبة جدا يعني فترة فترة طواهج لي هم موجودة فيها فالواحد الآن من النقطة دي النقطة اللي أنا بتكلم عن نادي الأهلي الحاجات اللي أنا سعيد بيها اللي هي موجودة الفترة دي أو قد تحافز بعد العمر هي مؤثر ولا لا مش مش شارط بس أنا بتكلم الحاجة المهازة اللي هي بسطانة في النادي الأهلي اللي أنت جالك التوقيت اللي هو بتعطي توزيع الجواز بتاع اللي هي التحاد الأفريقية ليه بتديك باور بتديك ثقة لما تاخد أنت مثلا أحسن جون في الموجود أحسن نادي وتاخد أحسن نادي أحسن منظومة رضيها وأحسن لعيب عندك في البطولة اللي هي الأفريقية فأنت بتكلم اللي أنت عندك الموزيات دي كلها بتديك ثقة اللي أنت بطل اللي أنت عندك سخصية البطل اللي انت موجود فدي كلها جات لك في وقت انت كنت محتاج فيه بشكل كبير جدا لو انت كنت تتكلم الفترة فاتي الناد الاهلي فيه تزابزو في المصاب شكل كبير وإحنا كلنا نتكلم مش عجبنا الأداء حتى المطش الأخير في بطولة أفريقية الاهلي متعادل الناس كلها مش راضي عما شباب بولزداد بس أنا بكلمك البطولات دي جات في وقتها تقدر طلع الناد الاهلي أو لعيبة الناد الاهلي من الحالة الموجودة فيه وانت عندك خلي بالك لعيبة الناد الاهلي كمان عندك مميزات كبيرة جدا ان انت عندك لعيبة شاركة قبل كده في كاس عالم كتير تتكلم على عمرو الصلاة الشارك بشكل كبير جدا تتكلم على ياسر الراهيم تتكلم على حسين الشحات تشغل مع العين واشتغل مع الناد الاهلي فعندك لعيبة تملك الحلول وعندها الخبرات الناد الاهلي عنده أحسن لعيب أفريقي موجود تدخل القرر ثم خروجه من أول بطولة في الدورة الأفريقي وخسرته ثم تعصره في الدورة العام مصري أخر مبراك تريد أن كانت شابه الإزداد يعني تعادل مع شابه الإزداد وتعادل مع سموحة يعني بره وجوه يعني أقول لك أن النتائج مش مطمئنة لجميع الناد الاهلي بدليل أن الكابتن الحمود الخطيب استدعى المدير الفني الناد الاهلي وكابتن خالي بيبو وتكلم في الموضوع هذا طرح عليه ما هو طبيعي أنت خالي بالك لازم بيكون فيه قلق موجود أنت لما تتكلم أنت السنة اللي فات يتواخد خمس بطولات من ستة فده حاجة يعني ريكوارد كبير جدا لما تجي تتكلم السنة دي اللي أنت طلقت من أول بطولة لها تحتى الصبر الأفريقي اللي هي بتتكلم فيها لما خسرت هنا خسرت على بلعبك مع سان داونز فأنت بتتكلم أكيد ناد الأهلي ما بيزبرش الموضوع يوصل للنهاية فلازم كابتان خطيف في الوقت دا بيكون ليه تواجد أو ليه رؤية اللي لازم يتكلم مع المدير الفني هو إيه اللي وصلنا لعدم التركيز هو إيه اللي وصلنا اللي تبقى فيه مشاكل داخلية موجودة إيه اللي وصلنا رغم أنهما هو المدير الفني هما هو السكواد الموجود اللي فاتت بخمس بطولات السنة اللي فاتت وحقق نتائج والعروب بس انت خلي بيه لك بتختلف من اللعيبة والمدير الفني